خبز الكرم تنبيعه ولا حصلت خبزة زوينة نشدانها كلها ما عندي باش نشرية حاجة دراوش راكل شي غار ضايعين دراوش راكل شي ضايع انا رانا ما عندي باش نشرية تابكية السكوارة ما عندي باش نشرية تابكية أتيدي العصارة الدراهم بغيت غير نعيش راسي ما نبقاش ندور في الزناقي الزناقي راييه ونيابنتي وشاهدين الكرام متتبعي الأيام 24 ورحبا بكم معنا وقصة جديدة من الواقع المعاش اليوم معايا أمي ماليكة ويوسف اللي جوا عندنا من دين تسلا كيرفعوا التظلم ديالهم للسلطات والناس ديالأصحاب القرار وناس ديالمؤسسات لأنهم كيقول لك تخذ ليهم الحق ديالهم في سوق الصالحين وتعطل غيرهم كنعرفوا أن سوق الصالحين كان ورش ليهو ملكي وتقعد من سوق شعبي إلى سوق نموذجي هنشوفوا معهم كيفاش تخذ ليهم هذا الحق ديالهم وكيفاش تعتل غيرهم وإلا كان صحيح كناش دو المؤسسات أنهم يتخذوا الإجراءات لازمة في هذا الشيء سيوسف عود لينا كيفاش تتخذ لكم هاد الحق ديالكم اللي كتبوا لعندكم إزبادات وعندكم مريقات اللي كتب ذات الشيء أخشي هنا اسم ديال يوسف وردي حنا أخشي كنا ذك السوق عشوائي سيدنا اللي ينصروا لأنه واحد المشروع كبير السوق الصالحين مشروع ملكي لأنه في مدينة سالي أكبر سوق في أفريقيا إن هذا السوق سيدنا أعطى الملف أخشي العملاء لكي أعطوا الناس داو الحقوق أخشي الناس داو الحقوق أخشي باقي نضايعين باقي مازوش حقهم تقريبا من واحد أخشي اللي باقي مازات حقها ودخشي لك السوق دخليني ناغل ناس غراباء ناس براني معمروا ما كانوا معنا واخدوا الحوان تمام في الأول في 2010 كانت 420 حانوت من اللي هزونا من تمام بنو واحد الصيانة ديالطرام في مدينة سالة هزونا البلاسة اللي في انتبنا داب المشروع ولات 1350 حانوت في 2016 داز الإحصى كل واحد تحصى في الدومين ديالطرام من اللي جات وعطين هزونا من تمام من حدا المشروع هزونا البلاسة اسميتها سمارة المصلة بدنا ونا تمام عشوائي كمؤقجين في 2020 هزونا القرعة هزونا بالحرفة ديالطرام أنا أخشي ندو عليه في باقي الملابس وعندي قهوة وعندي وطائق وعندي تصاور وعندي شهداء إدارية وعندي ما يثبت نائب رئيس جمعية والأمانة وعندي قهوة قلت مع الأستاذة اللي هو من كل فاسدنا بالمبادرة التنمية البشرية وعندي قهوة قلت الأستاذة قلت درا عنده قهوة صاحبت أستاذة من تصنيبها وعندي أشترين وعندي أشترين الناس وعندي أشترين في حرفة ديالطرام وعندي أشترين أسان وعندي أشترين أشترين وعندي قهوة ديالطرام في أيام كنت أخبرت القائد لم أعرف ماذا يوجد في قهوة أخبرتني وقالت أخبرتني وقالت أخبرتني السيدة في 14-11-2020 كانت تفاجأة للمأكل الخفيفة أنا أختي لم أعدني لم أعدني ملابس و لم أعدني مأكل الخفيفة كانت لدي هذه الحرفة كانت طالب منه معتاقلوني فإنه القائد ومسؤولين أخبرتني خرقات كثيرة فإنه مشروع المالك الذي لم يحترمه ومشاريع المشاريع والمقدسات بأن هذا المشروع يقصون بلد الدخولية ولم يقصون مشروع المالك 34 منيار هناك أحد فاسد كثير ويوجد أختي وتصوري سماصرة القائد وعندما تأتي المرأة مسكينة في شهادة إدارية وعندما تأتي القائد ترى حقي لم يعد النسان ولكنها مكينة ومرجلة مهزة المحوان ومعطيهم حقهم إنه يقصون أن تزدون أختي وانهم من جل وانهم وانهم من مسكينة وانهم سيدة وانهم من مسكينة وانهم من المسكين وانهم من مسكينة وانهم من أجل المسكينة وإذا أردت أختي تلقى هؤلاء مزدودة الرقم 3 والرقم 9 والرقم 2070 لن أعطيهم مع أختي هذا لن أعطينا تشيقه في شيء مسؤول لأنهم لم ينشروا الفاسد في ذلك المشروع أنا حقي إذا كانت الحقيقة قلت أعطيك في بلاستوسنك لم أقبلتها لا ما أداروا معك أختي لا أداروا معي شيء ما حالت قريبا تقريبا من 2020 من اللي بدأت القرآن أتز دبا ربع سنين كنتمشي كتلع درتي شكاية لقد قمت بحضة على شكاية العدة الهدد عدة أختي مسؤولين ومع المسؤولين وقد قمت بحضوتهم ومع متأكد powiedział ومع المال كأن أختي فعلت لأنهم أنا إذن أختي قد يستطيع أن أكون متساورة بما كنتم أن أصبح أختي متأكد أن أختي وكأن أردت إلى هذه الأن وكلت الأن تم إعطيهم مجرد كلهم من كنتم مجرد كانig يحضرون مجرد والمجرد تقريبا كثير من الأن كما تتحلل الى صاحب القهوة كان من 18 مليون و 30 مليون 18 مليون؟ اه هكذا ورش زعمة ملكية و 200 مليون كانوا يقولون انها في الورة هيبة ملكية وكل شيء لا تبدأ لمهابة ملكية تتخلص غير شيء؟ تتخلص لتتوقع الملكية كل حوانة الأخير العادية كان من جوجة المليون و 60 مليون حتى ال 12 مليون ديبية 12 مليون عندك صاحب البالة وما كذلك إلا صاحب الخياتك يخلصوا جوجة المليون و 60 مليون وفي الوقت كانت شكوهو رهيبة ملكية وكانت أمتزولون من خلال الحونج تتجيرهم يقولون سيدنا اللي أنهب عليكم بيوام ونار أني نقلة حقنا وسيدنا اللي أنهب علينا باك المشروع بناه الناس نقتل عليا من خلال الحقوق من خلال الحرانين الداخلين نقلة الحقوق بإدعاء الحقوق باقي مهزين ننات أنهب و لا نستikte الولي العقوبي نستكلك الوزير الداخلية والنستكلك العامل ومعنى منهم يدخلون ونحن يدخلون ونحن يدخلون منهم وخا يوسف، ما الفرق بين السناك و القهوة؟ في الميتخاج، لكن السناك صغير، تقريباً من السناك، تقريباً من 11 أو 18 متر القهوة لا، القهوة فيها من 50 إلى 40 إلى 30 القهوة كبيرة، أنا أختي اللي عندي قهوة مازلية القهوة ديالي، عندي التصاور ديالي تقريباً فيها بيار، ومعروف أختي اللي عندي قهوة ديالي، وعندي شدائي ديالي قائد فيها قهوة وقائد كان يجب الماكلة ديالي ويأكلها عندي في القهوة ديالي اليوم، كان يقريباً لصحاب الدوار جديد، أعرف ماذا ينقشي؟ أعرفني أنا أعرف الخروقات ديالي المشروع كاملة، وكما تدخل عندهم المقاطعة، والله التليفون يحيدون لي أنا أعرف أن أعرفزمياً خروقات كاملة، كنت أريدت من QA إذا كنت أدخل له أنخروف 這انو's market إذا انتهت للخنافة، أعجب أن ندخلل قشاك الخنافة، كانت هابطار ودخل للفديل إذا كان لدي jobs ، المحاول محاول ودخل Task مه THEY يعطي للمنطور طريقة وقدatta العالمRE ودبر الفرقة الوطنية جدد من في السوق الصراحة رغوطة الأيطار جمعاوي وهو واحد الدريل اللي هو تأمين في السوق اللي هو ما أعطاهم ما يفيد على السوق شنو فيه؟ إنه فيه خروقات فيه تلعبات فيه ناس ضايعين وكانين الناس ما داخلين برانيين أختي واخدي الحوانت ساماصر للقايد واخدي ربعة الحوانت خمسة ولكن تحمل المسؤولي نحن نساعد نوريهم كل شيء يوسف الحمد لله أن هذه القضية هذه يعني اخذت هالفرقة الوطنية وكان عرفو السرامة يعني الجدية والخبرة اللي كتخدم بها الفرقة الوطنية لأن الشي اللي كتقول خطير جدا يعني وخص الضرب بيد من حديد إلى تبتات هاد الخروقات هذي كانت منهم المسؤولين أنهم يعني يوقفوا على هاد الخروقات هذي ويعطوه لكل دي حق حقه هنشوفوه مع أمي ماليكا والذي عندها تقريبا نفس المشكل أمي ماليكا اللي عيش بوحدها لابنت الحمد لله كي الله لا راجل لا تشي حاجة لوليدين مشكلة مشكلة خلوني تنظر القيد قال لي عطيته الوراق قال لي صافي سير يا مي ماليكا ركت حصيته حصيتك ما غاديش نخليك كان نخدم تنبيع الملابس ديال الرجال والعيالات كل شيء تنخلط سليعها بوحدة تقلتي بوحدة كذبية انا بوحدة كذبية كان نجيب سليعتي كان خدم الراسة هذي 46 عام دخلت للسوق على 24 عام دبع عندي سبعين عام وشو المشكلة شمعتك شنسي ما اعطوني شانا كانت سنة تقول لي القيد غير سنة غير سنة تنتسنة اليوم غدا اليوم غدا مشيت عندو تنمشي عندو تقول لي تنقسم لك فمي بالله ما نخليك سيري تقسيت سيري تنسيت سيري ترتاح سيري تقسم لك فمي بالله انت رفعود الواليدة سيري تقسيت سيري تقسيت سيري تتخليت اتبقى تقسيت باش غي يمشي الله ده مشيت عندو بتقول لي الله يخليك اولدي راه انا غنبقى بلاش غنبقى وقلارا غنظر فعلنيت انا كان دور قلي غير سيري تقسيت اموي ماليك وتنقسم لك فمي بالله انت رفعود الواليدة انا خليك غير سيري تقسيت تنقيت كنت نقيت الخبز الكرم تنبيعه ولا حصلت خبزة زوينا انشدان اكلها عندي باش نشري تحاجة تلمى ودو كاين وما كان خلصوش ما عنديش باش غنخلص الى اضبرت على شي حاجة تنقضي بي وصعك انا دير غير الفيل كان ضوي بي في الليل كان بقى قلسة مع العيلات صحابه مالين الملاوين ودك شي في الزنقاء تكاي يودي العشاء صاف يمليك يودي العشاء كاي يجمعو كان دخلنا الى الدار كان دير ذاك الفيل نصلي العشاء ديالي كان نصليه تردى صبح نار ديالله تعالى نضوي على كل شيء كان طلب سيدنا كان طلب سيدنا يخليه لنا ويخليه لنا تاجف وقريصنا ويشافيه لنا الله تعالى يضرفين الف قد ويشوفنا راحنا ضايعين ادرى وش را كل شيء ضايعين انا رانا ما عندي باش نشري تابكية السكارة ما عندي باش نشري تابكية اتيدي العشرة درهم انا رانا كان نجمع الخفز الكرم وكان نبيعو باش نشري مادى سيرة تراوالو للحومات رقع اللي تيكلو الناس ما تناكلوش انا ويشاهد عليها ويشاهد عليها اذا لقيتش حاجة انا وكلها ما لقيتش را تنكمدها ونسكت بحالاتي درهم طلب سيدنا يضرفين الف قد يشوف تحنا حالتنا انا رانا عيانة انا رامرة كبيرة انا رانا عندي سبعين عامرة فاديف واحد وسبعين الحمدول الله كنت خسنا كانت دورا وليت نجمع الخبز الكرب خاصني حانوت نبيعون شريتان نعيش راسي تنموت والله هني بغيت غير نعيش راسي ما نبقاش ندور في الزناقي الزناقي راعي ياون يا بنتي كان ندخل مع الزنقان خرج مع الزنقان ندخل هنا وشهد الشيكين يورا خاصهم يضربوا فينا الفقدة بنتي الله يسهل عليهم الله يخلينينا سيدنا ما عنديش العائلة أنا سحراوية من هذا من ورزازات من ورزازات أنا يا منتم ما في وليني أنا كفرت هنا الوليد ديالي توفى الله يرحمه وجهة موجه وجهة براج الأخر هو اللي دبا مات ومي ماتت وخلاه هو يدر البنتور أعطاتني سكنة راساكنا المهم راني سكنة أعطي نيل تحت راني سكنة فيه وليني الله غالب باش غنعيش را ما كين والو هني كاين فاش نقلس وليني باش نعيش را والو الله غالب وربي تيشهد علي العبدرة ما شافني هو اللي خلقني ومكيشو ما كين لراميض تخلص فيه شهرين هم يقولوا لي المؤشر ديالك طلع ما عرفش أنا قالوا لي المؤشر طلع مشيت على أمو قالوا لي لا ما عندي تحاجة أنا ما عندي شي حاجة في الدار ما عندي والوقع ما عندي تحاجة قاعدة تحاجة أنا تنشع العربة صغيرة وصافة إلى ما لقيت ما ناكل عند الناس كان جي إلى ما قدرتش ناكل عند الناس كان طيب شي كساتي ناكله ونسكت بحالات إيمال كبيرة ما تنعمر بولونا ما عندي تحاجة ما شارية شي ما عندي شي سدادر ما عندي شي شي جليج ما عندي والوقع ما كين تحاجة غال حيوط صافي ثلاثة سديد رأت عطاهم لي الجواد رأوا ما كيني النموس يعطوها لي الناس رأي كينا رأي اللي عندي وربتها يجد عليها ما خبيت ويل ووليدة إلا بغيتو تمشون معي تمشون معي الضار ودبنح الباب ودخلون تمويا وانا نبقى برا وشوفوا على حالكم شوفوا على خاطركم أنا ما عندي وانا مشيتش خطعة بش تشوفي ذاك المؤشر قلوا لي صافي لديك طالع ما عندي ما نديرو لك ما عندنا ما نديرو لك صافي يا بنتي جيّد بحالتي وانت مشيت وعود مشيت صافي هادي ربع يام باش مشيت قالوا لي لديك المؤشر ديالك طالع مصلح لك تاحاجة صافي جيت بحالتي ما عندي ما ندير أنا قلس يلا الله باشع أنعيد ما عنديش العيد وشان مشيد ندق على الناس نقول لي نعيد معكم لراحم والدي ولا يشوفوني لا يمكن أن تحرر عليهم لا يمكن أن تحرر علي واحد إنساني لك أحداك تعيده أنت معيده ويحار عليه وخاه هو معيد ولا إلي إحدا ما معيدش رأي يأكل ويشرب رأي يحار عليه أنا رأنا مجربة كل شي يا بنتي رأنا عندي سبعين عام أنا ماشي فقا صغيرة دفتن طلب من سيدنا يضرب فينا الفقد ويسول علينا ويشوفنا شنو اللي عندنا بنتي رأنا ضايع أنا ضايع 46 عام في عمري كل هدث غير في السوق دخلت 24 عام هاي عندي ده بس 70 عام ولوالو علاش ما سمعونيش علاش ما يعطونيش حانوتي تانا نعيش غير نعيش تنموت ونمشون الله إني أنا ما باغت تحاجة غير نموت نغمض عينيان الله يربحهم يديوها أنا غير أعطوني فاش نعيش نعيش تنموت والله إني بكل شي ندأ دينك نوصل للوزير الداخلية والسي لياقوبي المشكلة للسوق الصالحي رأنا مشروع سيدنا رأنا مشروع سيدنا رأنا مشروع فسد كثير بأن بعض الناس داول حقوق رأي وخداش حقهم نصرها ضايع كجب كي كجب كيم سيكون كتناشد الله وكتناشد سيدنا وكتناشد حقوق رأنا مريده بالقلب رأنا مريده بالقلب كما رأنا مريده بالقلب ورأنا مريده بالقلب وخداش يقول أنه يدر قليل الله يدرك شيته ودخل مشاهدينا الكرام كيفما تبعتوا العراق كانت هذه القصة الناس ديال سوق الصالحين اللي هو كان سوق عشوائي ورجع مشروع ملاكي يعني سوق نموذجي لناس كانت عندهم حوينتات ديالهم اليوم صدقوا الله كريم كانت تمنوا أن الناس ديال السلطات الناس ديال أصحاب القرار والناس اللي مسؤولين أنهم ينضروا لهذا الملف ويشوفوا الحقوق ديال هاد الناس في المشات إلا كان عندهم بالفعل شي حق مشاهدينا الكرام غنقوا على تواصل مع يوسف ومي ميليكا باش نعرفوا الجديد ديالهم ونشوفوا في نوصلة الأمور معهم شاهدينا الكرام إلى اللقاء لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد